نظم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة لغاء تشاوريا تحت شعار نحو تمكين المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام خصوصا لمناقشة عاليات تمكين المرأة وسبل دعمها وخلال اللقاء أكدت وكيل وزارة الشباب لقطاع المرأة نادي الأخرم أكدت على ضرورة توحيد كل الجهود بين جميع القطاعات النسوية لتنمية قدرات المرأة اليمنية وتمكينها التنسيق مع إدارات تنمية المرأة في الوزارات وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها المطالبة بإشراك المرأة في صناعة القرار وتفعيل دورها على كافة الأصعدة ومساعدة النساء في ظروف الحرب عبر دعم المشاريع الصغيرة حضر اللقاء وكيل مساعد وزارة الإعلام ليزا الحسني ورئيس اللقنة الوطنية للمرأة دكتورة شفيقة الوحش ورئيس مركز المرأة بجامعة عدن دكتورة هدى علوي